بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما مقرر الميكانيكا المواقع الثنين الدرس الرابع drag and left المحاضرة الثانية نبدأ بتعريف أو بتذكيركم بما بدأناه المرة الماضية تعريف left force and drag force for example لو أني فكرت أن الجسم ينطلق من هذه الناحية فهنا في احتكاك للهواء من هذه الناحية يعني إيش يتولد؟ يتولد عندي شيء اسمه drag force also we have left force وهي زي ما قلنا المرة الماضية القوة التي تدفع الجسم إلى الفوق هنا حسن ما نشوف هنا left always x perpendicular to drag يعني إيش؟ يعني drag force وleft force دائما يكون زاوة بينهما 90 درجة هنا نلقى المعادلتين اللي يمكن نحسب بهم left force and drag force بداية المعادلة الأولى اللي هي left force تساوي نصف cl area في density في السرعة تربيع بالنسبة للcl هي إيش؟ هي the left coefficient واللي هي راح نشوفوها بعدين في المحاضرات اللي بعد كيف نستخرج قيمتها على حسب شكل الجسم أو نوع الجسم أيضا عندي هنا الarea وهي نقصد بها إيش؟ نقصد بها projected area أو الarea المعرضة للهواء فمثلا لو أخذت جسم بسيط زي الكيوب هنا وافترضت إنه الهواء جائنة من هاته الناحية فالproject area أو الهواء يعترض للarea هذي فرح يكون طول في عرض هو إيش؟ هو ما يمثل لي الarea لو كان عندي complex يعني إيش عندي جسم معقد بعض الشي راح نشوفو بعدين إنه فيه جدول يعطيني المساح هذي الشيء الثاني أو المعادلة الثانية اللي هي drag force هو اللي هي تقريبا نفس المعاهدة حقة left force لكن إيش هنا؟ الشيء الوحيد اللي يختلف فيه هو CD اللي هو أيضا يمثل لي إيش؟ drag coefficient واللي راح نستخرج وقيمته على حسب شكل الجسم المدروس نمر الآن مثلا نأخذ كمثال أني نحط سيلاندر وعندي مائع ينساب هنا من اليسار إلى اليمين فالمائع هذا راح إيش؟ راح يصطدم بالسيلاندر هذه ثم ينساب على جانب السيلاندر هذا وتحدث هنا مجموعة أشياء فهنا زي ما نشوف عندي أول ما يصطدم المائع بالسيلاندر إيش يحدث؟ يحدث لي force الفورس هذه فقط راح تكون على إيش؟ على شكل drag force طيب ثاني شيء أنه number of Reynolds راح يأثر لي بصيفة مباشرة على إيش؟ على velocity distribution and pressure distribution around the cylinder ورح نشوفه إن شاء الله في الحصة القادمة أنه رينولدس نامبر عنده تأثير كبير على جميع النقاط اللي راح نستعرضهم بعدين زي stagnation point boundary layer اللي عنا ولي شفناها في الشابتر 3 و separation point and wakes and vertices إن شاء الله في الحصة القادمة هنا إن كنت خلصت المحاضرة هذه فقط تريد أن نسأل هل إنه drag force و left force دائماً وأبداً يكونوا perpendicular؟ يعني يكونوا عموديين على بعض؟ نعم أو لا؟ السلام عليكم ورحمة الله نعم 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 نعم